المشروع الإصلاحي المشروع الإصلاحي المشروع الإصلاحي الزاهر لجلالة الملك المفدة فقد عزز الميثاق الحقوق السياسية والقانونية للمرأة البحرينية باعتبارها شريكا للرجل في مسيرة الإصلاح والإنجاز وكفل لها ممارسة الحقوق السياسية كاملة لأول مرة متقدمة على نظيراتها في العديد من دول العالم فقد كان من أبرز شواهد ميثاق العامل الوطني هو إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ليتبع صاحب الجلالة الملك المفدة وتكون له شخصيته الاعتبارية حيث يعتبر المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة إن صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة كانت وراء العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية لتمكين المرأة البحرينية وإعلاء شأنها والمساهمة في إدماجها في مسار التنمية الوطنية من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية من قبل المجلس واعتمادها من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة والتي تعتبر الخطة الرسمية لمنهاج عمل المجلس الأعلى للمرأة يمثل وضع المرأة في أي مجتمع معيارا أساسيا يوضح درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم الدموقراطية واحترام المواطنة ودعم قضايا حقوق الإنسان ومن هذا المنطلق جاء العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة ليدعم عمل المجلس الأعلى للمرأة والذي بدوره مهد الطريق أمام المرأة البحرينية لتحقيق إنجاز تلو الآخر ولتخطو خطوات واثقة وثابتة نحو تقدمها وتكون شريكا أساسيا في التنمية التي تشهدها المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر